موسيقى السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم يا شباب اهلاً فيكم يا جماعة الخير في مقطع جديد حياكم والله جميعاً لا شرق قاعد اضحك انه بنلعب كرير يا جماعة طول رواقان وناسا وفلة وكذا كل ما اصمر طالع في التشكيلة اتحمس اكثر يا أخي طيب هحنا وش سوينا في الحلقة الماضية بس نذكركم بالحلقة الماضية عبنا مع لستر سيتي وداوز وارسنل وصح ومانشستر ويفيرتون وليفربول هذه الحلقة راح نلعب ضد ايفيرتون تشيلسي معلاش يا اخوان ابغى نفسي في سالفا اسمع ستوك سيتي خلاص يا اخ ان الواحد ما يغلط موليستر سيتي طيب اتصافعين يعني ما عليكم زي ما قلنا لكم ابراهام للبيع ان شاء الله في انتقالات الشتوية يا جماعة وفي سالفا راح نجربها اليوم ان لما نسوي محاكا نحط كل لاعب في مكانه نجرب هذا الحلقة ما توقع اننا جربناه في الحلقة الماضية ما اذكر بالضبط تشفت حاجة يا جماعة انه اللياقة حق فريقي اللياقة كلها مخفضة كل ابوهم عشان كذا يتعبون مرة فما ادروا وش يزود اللياقة يعني انا عبالي ان اللياقة تزود من الحالة اطلعوا انت لا لازم تدرب اللاعب تزود لياقته فظاهر اني ما بيعطيهم حصص تدريبية على المفترض يا جماعة كون في حصص تدريبية للجميع يعني احنا في ربع النهاية جماعة الخير في كأس الضريف في الموضوع يعني ما في ذهاب وياب خلاص يلقوم وطلع بس يعني نصخن على اذيرتون وبعدين ننكمل يلا 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 احبتي اينما كنتم هيا بنا ايوا جيبا سلام ما هذا يلا سلام يلا ماذا كذلك ماذا هيا كذلك ببلنديات على طول لا يوجد اتفاهم صى يا كبير سالك صعبة لكن تيجي ترى يا عمري لسكوه يلا يا اخي الذولي ما يحركون راسي لا والله العظيم لعبته هناك يا اخي يا رب ما يروح هنا لا عن ام الحالة بنخسر لو سجلوها خسرنا يا عمري لا لا يا ماناك والله العبت هنا يا طف انه اصر غبي ريلاكس يا احمد انت جيت هنا تروق انه غبي يا اخي لا 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 ريلاكس 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 علينا الا نلوم بسوى انفسنا نعم فريق زبال يا الكلب ما ادوا في الملعب قاعدين يستعبطون على امي هل كان هدف لوصول ركلات الترجيح لا يا اخي لا ما كان هدف كان علينا ان نسجل ايه خلهم غير سعيدين يا الكلب معنويات والله لا سطحها تحت في الارض يقولك هل عرض مارتينيز الواثق في الدفاع هو سبب اخفاقكم يخسي لعبتنا هم الزلايب كان خيبة امل نعم ايه سفل فيهم والله شوف غير سعيد شكرا لك هذا هو الوقت حياك ربي انقلعي يالله انا غاضب جدا صراحة ان الفريق لانه طلعنا من الكاس هيا شوف جاك ثياغو سيلفا جاك ثياغو سيلفا يقول لعبني يمذرر الفصة التي حضيت بها مؤخر للفريق تعني لي الكثير ارجو ان اكون عند حسن ظنك انا اتوقع منك المزيد والله الصدق باسلك له ثياغو سيلفا لانه نحتاجه صراحة ونزل الطاقاته حطيت كل لاعب في مكانه رح جرب اني انزل هذه الامباراه ونحاككها يا جمعة بس بجت تجرب اذا فشلت الخطة خلاص كل امباراه نلعبها لانا عما لعبنا المترض انفوز يعني افترض اللعيب يسترجلون وفوض تفازوا علينا الالالالالالالالالالالالالالالالصراحة انا احطيت كل لاعب في مكانوه والله يا عيب اقسم بالله خذنا نحن كل righteousness مركزنا طرافي غرفة تغيي والله ما في الطراب يا اخي ما في الطراب يا الى اعلامين يا كلاب رسالة انذار بن الإدار لقد استلمنا عدة تقارير من اللاعبين ووكلائهم حيال عدم الإيفاء بمنطلبات بنتائج مرضية يجب أن تتعامل مع الموقف بضرورة ملحة لأنه لا يمكن أن نترك الصورة العامة للنادي تتأثر بتقارير تفيد بإساء معاملة اللاعبين مجلس زيلي شوف شوف حتى تقيمي نزل من 78 إلى 62 شكلي والله إني مطروض طيب يا جماعة المراقب جاء من هولندا احنا قلنا ندور واحد نفس خلد يعني يكون عنده دفاع قدرة فنية يقول لك هذا المتوقع ان يوصل 93 هذا احتمال يا جماعة يوصل الى 93 فراح اتعاقد مع ذا والباقين اشوف بعدين واضعهم بس المشكلة يا جماعة ما يمديك تعرف كم القدم الضعيفة والنجوم والاشياء ذي الا لما تجيبه معاك الفريق ديك الساعة تعني طيب يا اخوان عندنا مبارا ضد شلسي يعني ضد فرانك لامبار في مؤتمر صحفي خلينا ندخلو فضل واضح جدا عدم امكانيتك من السيطرة على اللاعبين داخل غرف الملابس لا لا يحمد شيء الامور كلها طبيعية كل شيء تحت السيطرة يعني مجرد كبوات بنتعداه وابنمشي ما في اي نادي في العالم لا يخرج من المشاكل ان لم يكن هناك مشاكل فهناك مشكلة كلنا هذا الكلام مو منطقي صح المهم انا المهم اني بحاول اقول لكم انه الوضع تحت السيطرة وتشيلسي فالجين ميرتنس نزلت طاقاته زيادة يا ليلي الشاهدة الان انا في وضع قلق جدا مع الادارة مع اللاعبين الوضع سيء يا جماعة شوف حتى تقييمي صار 66 لا ما بغوهم يطردوني يعني انا الان تحت ضغط كبير اني افوز على تشيلسي وانا قادر يلا يا اخوان يلا يا جماعة يلا صح يا سلام يا ساتر لا تكفلوا تكفلوا صدها صدها يا مسرن يلا 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 هي هي امشي امشي هي هي يلا هو انحسب اونجول بس عادي يلا يا كبير اركض اركض بس شد انت شد شد يلا وواquinho حط الزاوية والله ما يصدها للعمار والله الحمار اللي شات يا ساتر لقومنا لقومنا تعرفش السبب الجمهور الجمهور وسبب تعرف ليش ما كان اشجعون زي الناس وبعدين من جمهورنا ما في الا 300% والشيلسي 97% ليش قانون كرة القدم ما ينص على ذلك قانون كرة القدم ينص 5% للفريق الضيف و95% للفريق المضيف هذولي اعطونا ثلاثة بس وانا حتى الثلاثة ما شفتهم كيف تلعبني قدام مية بالمية من جمهور الفريق المضيف ما يصلح دالكلام مو منطق والله يكفي خفاقات شوف حتى حطين الله يقطعكم مباراتنا ضد برايتون ويلا بالتشكيل الاحتياطية سلام مبارات ثلج يلا تركت المرمو كله روح للعارض الحمار يلا ساكا ياخدوا بالحمير انا جاي بالعيبة ولا جاي بالحمير حرام شباب الليل ما نام من قاعدة ملعنا من الليل تقول لا يوم مسلمين ساكا والله لعطيه والله لمحطك والله لو ما تسترجي وابراهام انت قدد ثور كبير حمار وتشوز في العارض وتركت هذي آخر فرصة ولا انا انا نفسي بستقيل يلا وبنده ما يخيب الظن ما يخيب الظن الله 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 انا مولع مولع خيب لا 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 كبير حارس لا لا ما يخيب الظن صفر سيد الحكم حلوين يا عيال ما قصرته ما قصرته عطيكم العافية حلو اعطيك العافية كابتن شكرا شكرا يوالله يا جماعة تصدي حاسم والله ما قصر طيب هنا ابو حميد يشتكي يقول احتاج للعب بشكل اكثر انتظاما عالمين بقوله انا لا زال تحتفظ بمكانك في التشكيلة بس عشان ما يزعل علينا او قبز وايد زعلان مني لكني يطق رأس في جدارة انا مدرب من يجايد للعب انا جاي هنا ابغير يجعل يعني كل ما زعل لعب نقصوني عرض انتقال وايد قبز بس عشان وقال ابا اروح من يعلم لا يا غالي لا 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 ما في والله انك جالس في الناس اربيك وااكلك واشربك الريجيل هذولي يعني ما يعني لا سوى يا انو يعني راح نلعب ضد فريق قليني ما هم صعبين يا جماعة شوف اه شايف وايد قبز لعبنا واشوف شوف شوف محمد نور حق ابوهم ذا يلا يا حبيع كيف صده يا سلام يلا مادة مادة والله ويخيب الظن رجال اجودي لازقوو يا مادة والله والله وحش دو يا شو سلام يلا خلاص خلص 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 حبي خلص خلص يلا لازقو حان الان اشتراك الاساطير هذا خمس نجوم قدم ضعيفة يا جماعة والجزمة سوح يعني روح شوف لا لا تثير اه 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 حتى ما هو راضي على العقد حقه قاموا اللعيبة يتكبرون علي حتى جيبه وابنده يوه يبغوه والله يبغوه الراتب اريجين ما شالله يقول لك مغامرة بخسارة اوكي جاك بوتلند لوكا مودريش ثياغو سيلفا درييز مارتينيز اوكي لازم اجدد لهم ذولي اه متبقلي على العقد ستة اشهر او اقل طيب مو مشكلة عادة بنجدد لهم يا جماعة ان شاء الله في وقت قريب طيب ويش وضعنا لسا عنا في المركز العاشر يا اخوان شوف احمر انا بنطرد ان النادي لازم اقعد افوز 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 بالتشكيل الاحتياطية ونسأل الله السلامة يلا يرا يا جيل على ما لعبنا يلا يا اله تكفي حارس واحد يلا حارس والله ولا لا لا حارسنا لا 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 موهبة قادمة كامري يلا قبز يلا قبز ها ها احسن خليه معنا يا التعبانة لانك متخاذل يلا يلا يا السلام عليك ابراهام الرجل ما ترحم ما ترحم ايه السلام ايه 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 لا سلك سلك والله يحارس الممتاز يلا مرتينز ان هي مرتينز والله ماشي والله ماشي حقك أحمد تزال لا وربي قمط وربي قمط يس ويتون اللعبين معهم ذولي معنويات ويت قبز قام يرضى جيد الوضع عنده جيد يعني مو مرة كارث شباب تون اللعبين مع ذولي كيف يرجعون والله أنا مركز التاسع يا أخوان بالموت يعني خلينا نشوف الأول كم عنده نكتة الأول عنده خمسين نكتة يا بدي أدافع البلا وحنا عندنا واحد وثلاثين نكتة شوف ترتيب الدولي منطقي بس في إمكانية أن نكون السابع لأنه بيننا وبين السابع بس نكتتين تعدى المركزنا يا جماعة الخير للمركز الثامن وشوفوا الإدارة رضت عني صار تقييمي ستة وسبعين معناه أنه الإدارة تبغاني في هذا المركز يعني أكون في الثامن في السابع ما أنزل تحت لا ثامن سابع هم راضين طيب يا جماعة عندنا مباراة ضد برايتون وبعدين عندنا مباراة في الكاس اللي هو الإمارات فاي كوبس حلو بعدين موشيسا رونايتد لستر سيتي وتشيلسي وعدة مباراة المهم هذا الشهر بالنسبة لي شهر رهيب فيه مباراة ثقيلة وفي نفس الوقت شهر الانتقالات يا جماعة لا يجب أن نحدث تغيير في الفريق صحيح أنه ميزانية النادي عندنا موش ولابد عندنا فقط مليونين لكن وش رأيكم أنا ما أدرش أنتم عاملوا موضوع بواقعية يا أخوان أننا نبيع لاعب ونجيب لاعب هذا هو هنا يعني نشتري لعيب وحنا ما عندنا ميزانية لأنا ما عندنا ميزانية يعني لازم نبيع لعيبة من عندنا أو ممكن نستفيد من ميرتنز ولوكا مودرش أننا نستبدلهم بلاعبين عالميين بس المشكلة هم يطلبون دائما مبالغ زيادة فإحنا لازم نبيع لاعب الله يماني أنا زي ما قلت لكم أرشح بيع إبراهام المهمة الحمد لله الفريق كله راضي الكل سعيد جدا كلب وحتى اللي با يلعب سعيد يا رجال حتى اللي مارت من الشارع حق نادينا سعيد يا رجل والإدارة سعيدة والله الحمد لله ضبطت علاقتي معهم سويت كل شي بغونه الظاهر أنا بنصعد هذا الرجال طاقاته 55 أوه خمس نجوم مهارة يا جماعة حلو هذول اللعيبة للشباب الصغار لازم نسألهم كلهم يعارة العموم يا أخوان نصلنا لنهاية الحلقة سأعطيكم العافية على المتابعة راح أحط هاشتاغ في حسابي في تويتر أبغاكم تشاركوني خططكم يا أخوان ووروني كيف التشكيلة حقتكم وكيف قدرتوا تطورون اللاعبين أهم شي إنه مهم من اللعيبة المعروفين يعني ممكن تجيب لي لعيبة مغمورين وريني ويش سويت في الكرير وهل أنت تلعب كرير ووريني كيف طورت فريقك وصلتهم رفعت طاقاتهم جالس تلعب ومتحمس وريني الحلقة الجاية راح أستعرض مشاركاتكم الحلقة اللي بعدها يا جماعة بإذن الله راح أسوي مسابقة الأفضل تشكيلة في الكرير مون والفايس معنا راح ياخذ 60 دولار أمهم إنه الحلقة دي شاركونا ويش سويت وسيلا عندكم أسبوع بعدها تضبطون التشكيلة نراكم على خير السلام عليكم